اني جيت واخيرا نزل سكن سبايدر مان في لعبة فري فاير وطبعا يا شفاب الشي اللي صادمني انه نزل بشكل مجاني وطبعا يا اساطير نزل مود جديد للعبة سبايدر مان داخل لعبة فري فاير يعني داخل لعبة فري فاير راح تلعب سبايدر مان راح نجرب بالمود ونفرجيكم طريقة الحصول على السكن الاسطوري بس قبل ما نبدأ نلعب راح احكي لكم على موقع اسطوري يعطيك جواهر مجانية اول ما تفوت للموقع راح يقول لك هل سبق وشحنت من موقعنا راح تقول له لا وبعدين راح تختار جنسك وبعدها قيمة الجواهر راح تختار 100 او 800 او 1500 راح نختار 1500 وبعدين حدد اللعبة وتختار فري فاير وتحتها راح تحط الايدي الخاص بك وتسوي التالي راح ننتظر شوي بعدين راح يقول لك مبروك لكن لازم انك ترسل الموقع لعشر اشخاص في الواتساب الخاص بك راح تضغط هون وتختار عشر اشخاص وتسوي ارسال وبعد ما تخلص راح تضغط على حصول على جواهر راح ياخدك مباشرة الى فري فاير طبعا يا اسطير رابط الموقع راح تلقوه تحت في صندوق الوصف لست قوي اسطير اربطوا الاحزمة حان الوقت لكي يفرجيكم المود الجديد اللي اسمه باركور سبايدر مان المود جدا خرافي بمعنى الكلمة جربت اني العب فيه جيم بلاي واحد والحين راح نجربه مع بعض ونفرشيكم الطريقة الصحيحة مشان تلعب بهذا المود وبنفس الوقت الطريقة الصحيحة مشان تحصل على سبايدر مان الاسطوري وتجربه بشكل مجاني يلا لست جو اوكي يشباب دخلنا الان الى المود ومثل ما انتم شايفين انا عندي هذا السكن تبع سبايدر مان الازرق اوكي بس سبايدر مان يا شباب الاسود هو اقوى السكن كل هذا الناس انتم شايفينهم الحين يدخلوا الى هذا المود لأول مرة اوكي كلياتهم راح يشترو السكن اول ما تفوت اول مرة راح يطلب منك انه اذا بدك تشتري هذا او هذا او هذا انا شاتح ب является 30 عملة 30 دولار اوكي مثل ما انتم شايفين كلياتهم اشترو سكنات اسطورية انا اصلا اشتريت من قبل اني لعبت من قبل يلا لازجو يا شباب اول شي راح افرجيكم طريقة اللعب راح تصعد هيك والطير هذا هو كل شي لازم انك تكون سبايدرمان في هاي اللعبة لازم انك تكون سبايدرمان هذا هو كل شي اللي بدك تسوي اذا بدك في كثير ناس لو تلاحظ يصيروا يركضوا بس اوكي بدهم يفوزوا بالسباق عن طريق الركض وهذا شي خاطئ يا شباب اوكي هذا شي خاطئ جدا مثل ما انتم شايفين لما تسوي هذيك الشي كل يتم يتجمدوا الحين كل يتم جمدين مع هذا الصحراوي اسطرة العالم لازجو شوفوا دائما طير بالعلامة الاولى وبعدين العلامة الثانية اوكي هذا هو احسن طريقة يعني انا جربت شباب والحيق هاد اعطيكم تجربتي يلا لازجو لازم انك تكون الاول يا شباب مشان تحصل اكبر عدد ممكن من التوكين اوكي لازم انك تكون الاول في هذا السباق حتى تحصل اكبر عدد ممكن من التوكين مثل ما انتم شايف valorين انا الاول لا الثاني يا شباب كلهم بجنب بعض اوكي 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 ركزوا معي عليه على هذا الشي شباب ركزوا معي على هذا الشي لما بيمسكك العنكبوت اوكي يعني العش تابع العنكبوت اوكي يمسكك سبايدر مان لما يمسكك تابع الناس الاخرين احسن شي فيك تسويه هو انك أطيل لا تبقى واقف في مكانك اوكي يا شباب الانو اول مثل ما انتم شايفين على اليأصار يعني ما كان الفيسكام اتوقع ما هو شايفين ارتفع اي طول الفيسكام خلا ارتفعت شوفوا يا شباب تحت تحت الفيسكام انا الاول الحين صحراوي هو الاول لازم انه نبقى الاول لانني اصطرت العالم لسكام والله يا شباب حرفيا وكأنك قاعد تلعب في لعبة ثانية مو قاعد تلعب في فري فاير فهمتوني كيف يعني موض جديد كامل بمعنى الكلمة سواتوا فري فاير الحين انا الاول يا شباب بألف الكيلومترات هربت عليهم هاي هي الطريقة الصحيحة مشان تربح في هذا المود لا تركض اوكي لا تركض مثل ما انتم شايفين ما فيه انسان قاعد يركض وراي فيه كثير ناس وش يسويه شباب يصيروا يركضوا بس اوكي شوف شوفوا فيه واحد قاعد يطير فيه واحد قاعد يمشي يصيروا يركضوا فقط وهذا شي خاطئ لازم انك تسوي هاي الضغطة الاولى والضغطة الثانية هذا كل شي لما تعلق معك هيك خلي اللاعب ينزل شوي بعد ينسويها اوكي هاي هي احسن طريقة حتى تصير الاول اوكي في هذا المود شباب الحين قاعد اشرح لكم المود لازم انه ننهي اللفة الثالثة الحين انا سوينا احنا سوينا مو انا بس كلياتنا سوينا ثلاث لفات لازم اني ننهي كل اللفات مشان يفوز واحد منا بالمركز الاول بعدين يبدأ العد التنازلي دقيقة واحدة وينتهي الجيم الحين اتوقع انه الحين بقيت لي اخر لفة مثل ما انتم شايفين اللفة ثلاثة على ثلاثة لما تطلع لك ثلاثة على ثلاثة اعرف انه هاي هي اخر لفة بالجيم يلا لازم اتوقع اوكي شباب لما تطير هيك وتسوي هيك الشي ثاني شباب فيك انك تطير اكثر من هيك اوكي بس انا قاعد اسوي هيك مشان اكون الاول لا تخلي نفسك انت والله قربوا مني قربوا مني لا تخلي نفسك يا شباب فوق خالص اوكي لو تخلي نفسك فوق خالص راح تخسر من الاخر يلا لازم اتوقع والله يا شباب قربوا مني الاعداء والله كل ياتب معي في هذا الصف يلا لازم اتوقع صحرا ويركز يجيبوا انت فوس لازم اني اوصل الاول باي طريقة اوكي اخي تخيل معلم قاعد اعلمكم وما اعرف اني اجيب الاول لنفسي اكيد راح اوصل الاول لازم اتوقع شوف خالي ينزل شوي بعد ينسويها راح يصير هيك يطير بالارض يلا هيك ايزي بيزي شباب والله سهلا ايزي بيزي يلا لازم اتوقع 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 بلا توقع اتوقع انت ابتلك انت reden حتي بفط مسانไhipat مسان راح اتوقع ج настاتد دبنا عرف انت توقع طر ايما يا السحرةوي طر المترجم للتاطبق لازم انك تطير لازم مشان تشيل التجميد اتوقع انه كلية هم وصلوا وما عدا شخص واحد لسه ما ونزل ما اتوقع اصل رح يوصل اوكي رح ينتهي الان العدد وركزوا لي على التوكن اللي عندي في 28 اوكي يلا لس جو انتهت معنا اللعبة يعني انتهى الجيم اوكي خلصت الحين وجبت المركز الثالث فكرت اني جبت المركز الخامس يا شباب لا بفيها لايك انا جبت الخامس اعطوني الثالث مثل ما انتم شايفين يا شباب الحين انا خلصت الجيم اوكي الجيم هذا المود لساتو جديد في اللعبة يا شباب لساتو بس لما نزل في اللعبة توكن ارض الحير فالحين اعطوني اثنان اوكي هذا الطوكن اللي فيه علامة المطرق لازم انك تجمع منه قدر الاستطاعة كيف رح تجمع منه كل ما تلعب اكثر كل ما تجمع اكثر من الاخر ايزي بيزي كل ما تلعب جيم تاخد اتنين توكن بس حاول انك دائما تكون في الطوب يعني ما تكون اخر شخص مثل ما انتم شايفين مثل ما خبرتكم من المود لساتو جديد ما لعبه أبداً لما تضغط هون على الشخصية أشرح لكم الحين يا شباب لما تضغط هون على الشخصية اللي بدك تختارها مثل ما أنتم شايفين فوق في تاج في شكل تاج وفي شكل سبايدر مان لما تضغط على شكل سبايدر مان راح يقول لك أنه أنا خلاص عندي هذا السكن مجهز لأنه أشتريته من قبل جمع النقود وتشتري هذا السكن وفيك أنك تجمع 48 توكن أرض الحرف لازم 48 مشان تحصل على السكن الأسود طبعا يا شباب أنا الحين عندي 30 مثل ما أنتم شايفين فوق كل ما ألعب جيم أحصل على 2 يعني بقي لي 18 توكن بقي لي بس 9 أجيام وأحصل على السكن الأسود بكل سهولة وبشكل مجاني يا شباب ما تحتاج لنقود وما تحتاج ولا شي أبداً يعني بس أنك تلعب هذا الموض وتكون دائماً من الطب يعني تكون من الأول مثل ما أنتم شايفين أنا الآن طب 2 لازم قوي يا شباب بما أنه فشلت في القيم الأول هذا القيم ما راح أفشل وراح أجي الأول شوفوا بالركض بس أنا نصرت الأول طبعاً يا شباب الركض هو استراتيجية حلوة لكن إذا في ناس بتعرف أنه بتلعب بهذا الموض والطير راح تفوت كصديقي أنا الحين أنا الأول يا شباب مثل ما أنتم شايفين يلا لس كو راح أطير يا شباب ما راح أعطي فرصة للأعداء اللي خالف شوفوا لما الطير تصير تركض بسرعة البرق يا أخ يلا لس كو أوكي الطير هيك شباب الطيران الأول أوكي تبع لما يصير شوفوا لما يطالع الحركة تبع سبايدرمان من يده هيك لما يطالع هذه الحركة لا تخافوا إذا راح على مكان خاطئ يعني من الاتجاه لا تخافوا يا شباب الموض في بعض التعقيدات لكن مو معقد كثير جداً شوفوا لما تتجمد ما فيك أنك تركض لا تحاول أنك تركض أوكي أهم شيء أنك الطير لا تتحرك أبداً وصل الصحراوي أسطرة العالم أوه أنا الحين الثالث شوفوا وين طرنا طرنا الوكل عالي أوكي راح الطير حتى وإنت مجمد يا شباب لما تضغط على الطيران راح الطير أوكي هذا هي أحسن خدعة بس أتوقع أنه بمجرد ما تيبتم بالثلاثة يا شباب راح تكون من الأوائل أوكي ماذا ما أنتم شايفين الحين أمامي بس شخصان يلا لس كو سيتخطاكم أسطرة العالم ملك التحديات لس كو أوكي لحين أنا مزاني الرابع يا شباب يلا لس كو ماذا ما أنتم شايفين توقع أدي من الأوائل الآن لا 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 بازلت الثالث يلا لس كو شوفوا إذا أنت جمت بمكانك وقعت بمكانك يعني بقيت بمكانك ما سويت ولا ردة فعل ولا طيران ولا أي شي خلاص يا حبيبي راح يفوتك كثير ناس مزاني الرابع يا شباب ومزاني أطير طري أيها الصحراوي لس كو أوكي هذا المكان تبع الدرجة يا شباب لا تحاولوا أنك من الطير ولأنه فيه غليتش لما الطير راح توقف عند الدرج يا أخي وبعد الدرج ما تجيك أبدا أنه فيك أنك الطير أوكي الحير راح تجيك يعني متأخرا بعد ما تفوت الدرج مشان تجيك أوكي الصحراوي قادم يخي شوفوا هذك الطيران لما يصير يطير بشكل بطيء بيقهرني يلا لس كو أرجوك طير أرجوك طير بكل أرياحية طير طير بقوة بريز شوفوا وين طرت يا شباب طرت المكان طويل جدا توقع يا شباب بهاي آخر لفة لازم أني أوصل لازم أني أوصل للذكلك وللأوه شوفوا 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 اذهب شوفوا شوفوا ماذا شوفوا سحifier في kulub قربت يا شباب صرت الثالث صرت الثالث حلوة حلوة قرب جدا قرب جدا قرب جدا يشبوب قرب جدا رأ اوصل مني الامائل لو اوصلت الثاني يا شباب شوفوا امامي ياخي امامي الشخص اللي دخل قبلي امامي فارق ثانيتين فقط والله قريب انو وصلت الاولي شباب بس للاسف توقع انه اذا اجي توب واحد او توب اثنان او توب ثلاثة في كل تلاحوال انت راح اتفوز بالتوكن اوكي ابلع يلا وقف انا وانت راح نوقف توب اثنان هاي المرة بقدرت اني اجيب البوين لأسف في اخي كان امامي كان امامي كان فيدي اني اضربه باي شي بس انا غبي لما نرجع على اللوبي راح نشوف اذا يعطونا اثنان او اربعة يا رب اني يعطونا اكثر اعطونا اثنان توكن ارض الحرف شباب كلما تلعب اكثر كلما تجمع التوكن اكثر وكلما تجمع توكن اكثر وتوصل الى 48 توكن راح تشتري هذا السكن الاسود اللي انتو شايفينه امامكم في الشاشة بشكل مجاني اوكي بس بالتوكن تبع ارض الحرف طبعا انا اصطيلك قد وصلنا الى نهاية المقطع تبع المقطع كون الاعجابكم لا تنزلوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس مشان توصلكم مقاطعي اول باول نشوفكم بالمقطع القادم اني روح شكرا